كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمدينية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه أيضا ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين وقال المصدر إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطية من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليساجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022